بعد ثمانية أشهر من المفاوضات والوعود الخليجية بشأن تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني لم تتوقف الشروط التي تحيط بها بعيداً عن البعد الإنساني والاقتصادي تصر السعودية والإمارات على استخدام الوديعة كأدات سياسية في ظل استمرار الخلافات التي تعصف بمجلس القيادة الذي شكلته الرياض وأبوظبي ما جرى من توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم الإصلاحات في اليمن بمبلغ مليار دولار اعتبره اقتصاديون في سياق التحايل السعودي الإماراتي عن الوفاء بالوديعة المقدرة بثلاثة مليارات دولار مؤشرات عدم الثقة بالبنك المركزي اليمني بدت واضحة إذ تم اختيار صندوق النقد العربي شروط الإصلاحات يصفها خبراء اقتصاديون بأنها تعجيزية وتكشف عدم جدية الرياض وأبوظبي في تقديم الوديعة خاصة أن ما تم التوقيع عليه لا يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولا يعالج تداعيات انهيار العملة قبل أيام من التوقيع كان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قد تحدث عن قرب تعزيز البنك المركزي بالتعهدات السعودية الإماراتية وسبق ذلك إعلان الحكومة عن استيفاء كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المالية يتعقد المشهد الاقتصادي للبلاد أكثر في ظل تخلي التحالف السعودي الإماراتي عن تقديم الدعم وتقييد الحكومة عن استغلال مواردها التي باتت خارج سيطرتها في المقابل تزايدت التعقيدات بفعل استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت النفطية شرقية البلاد وعجز الحكومة عن حمايتها ترجمة نانسي قنقر